أعلنت وزارة الصحة استعدادات وتجهيزة الوزارة لموسم حج 1443 هجرية وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام وقالت الوزارة إنه تم تجهيز 12 عيادة طبية لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للحجاج منهم 9 عيادات بفنادق تسكين الحجاج المصريين بمكة المقرمة و3 عيادات في المدينة المنورة ترجمة نانسي قنقر